أمامنا مسار طويل وينتظر مننا العراقيون الكثير بإبقاء المحكمة الاتحادية على هيئة رئاسة البرلمان والإقرار بالدستورية الجلسة بعد إن تم الطعن فيها يبدأ العراق فصلا جديدا من فصول استكمال مناصب الدولة والتي تنتظر اختيار رئيس الجمهورية والذي سيكلف بدوره من يشكل الكابينة الوزارية طبقا للعرف السائد في العراق فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد يشكل الكرد نحو ثلث مجلس النواب العراقي إذ يحاول البيت الكردي بأحزابه الخمسة الدخول بمرشح واحد لشغل المنصب ومن بين أسماء كثيرة قدمت أوراقها لشغل منصب الرئاسة يبرز اسم وزير خارجية العراق الأسبق هوشيار زيباري كمرشح عن الديمقراطي الكردستاني الحزب الأكثر تأثيرا على تحركات الكرد السياسية والفائز الأول بأعلى المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة عن إقليم كردستان موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني واضح منذ البداية بأننا نطمح إلى ترشيح شخصية واحدة لمنصب رئاسة الجمهورية يمثل البيت الكردي وبالتالي سيمثل العراق عموما ولد هوشيار محمود محمد زيباري عام 1953 في قضاء عقرب محافظة دهوك وتولى زيباري حقيبة وزارة الخارجية العراقية منذ عام 2004 حتى عام 2014 أصبح وزيرا للمالية في حكومة حيدر العبادي وقاد سابقا المفاوضات الداخلية للسلام بين الحزبين الكرديين في تسعينيات القرن الماضي وهو عضو بارز في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ووسط عاصفة الخلاف التي تضرب البيت الشيعي يقدم الإطار التنسيقي الخاسر اعتراضا على الأسماء المطروحة مراقبون من جانبهم وصفوا ما يجري على الساحة السياسية في بغداد بأنه حالة من التشضي والفوضوية في القرار الذي يعترض اليوم على نتائج الانتخابات ويعطل تشكيل حكومة جديدة وفق الاستحقاقات الوطنية بعض الأطراف السياسية التي تتحكم بالدولة وتسيطر على مساحات واسعة من مؤسسات الدولة تفكر بمصلحتها الضيقة وترتبط بالخارج وتنفذ أجندات خارجية وتتطلب شروط الضفر بمنصب رئاسة الجمهورية الحصول على أغلبية الثلثين أيما مجموعه 220 صوتا من أصل 329 صوتا في الجولة الأولى يعمد البرلمان في الجلسة ذاتها إذا ما فشل التصويت على اختيار رئيس الجمهورية إلى إعادة التصويت ليمنح الثقة لمن يحصل على أغلبية الأصوات داخل البرلمان وهو ما يعرف بالأغلبية البسيطة أي نصف زائد واحد أربعة أشهر مضت على إزراء الانتخابات العراقية ينهي العراق في الجلسة المقبلة الربع الأول من العام الأول من عمر الدورة الانتخابية ولم تكتمل حتى الآن ملابح الحكومة العراقية الجديدة والمواطن العراقي ما زال بالتظار من يغير واقع الحال إلى أفضل لزاقروس تيفي مصطفى سلمان أربيل